طيب الترند التاني ما هي السوشيال ميديا عبارة عن ترندات ترند تصرحات كولر دي بالنسبة لنا ترند رقم واحد فيه ترند تاني ولو ان ترند البعض يعني شافه على السوشيال ميديا ترند كوميدي شوية ولكن ممكن ما يكون شو كوميدي في مسألة التعاقدات والصفقات والاهتمام بملف التدعمات ليه؟ من كام يوم انتشر مقطع صوتي وانا حتى سمعته من حوالي ثلاثة ايام يعني جلل المقطع دايما من الاربع اللي فات وانا على المستوى الشخصي يعني ايه؟ خدته في اطار الفقاهة ولكن النهاردة السوشيال ميديا لما تنقلت هذا الموضوع والموضوع انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا لأحد الاشخاص المحسوبين على النادي المنافس والحد دلوقتي بصراحة الواحد هو مش عارف يعني هل هو محسوب على ادارة هذا النادي ولا هو محب ولا هو اعلامي ولا لاعب كرة سابق بيأدي ادوار مختلفة رغم انه ما انجحش في كل الادوار اللي بيقوم بيها ولكن ما علينا التسجيل في محاولة للدخول في المفاوضات مع احد اللاعبين ارتبط اسمه باسم الاهل نأكد بس على الجزائية دي لان النادي الاهل لم يعلن اي تفاصيل عن هذا الملف هو اللاعب ده اسمه ارتبط باسم الاهل لغاية لما الاهل يتحرك ويعني الرسمي ساعتها نقدر نقول احنا نتعامل دايما مع المواقف الرسمية ولكن السوشيال ميديا بتتكلم في حاجات كتير فلازم النهاردة دورنا كبرنامج الترند نعلق على الحاجات اللي موجودة دي عموما اللاعب ده لعب مهم ولاعب مميز ارتبط اسمه بالاهل ففي محاولة للدخول في مفاوضات معاه لكن في زمن السوشيال ميديا كل حاجة بقت معروفة وكل حاجة بقت سريعة وكل حاجة في لحظة ممكن تلقطها اللي عاوز اقوله هنا في الجزائية دي مفيش لاعب او مسؤول ممكن يتضحك عليه تاني مفيش لاعب او مسؤول ممكن يتضحك عليه اسم الاهل يا جماعة اسم الاهل كبير اسم الاهل كبير وصعب جدا جدا حد يحطه في مفاضلة في المفاوضات تاني اتمنى بقى لو الكلام ده يوصله او لو سمعه او هو حتى من جوهي حس بعد الكلام اللي تقاله او حتى بعد مرحلة التطنيش اللي حصلت في الفترة اللي فاتت اسم الاهل معروف وصعب جدا يتحط في مفاضلة في اطار المفاوضات من حق كل واحد يدور على مصلحته اكيد ده حق مشروع لكل واحد بس الاهل معروف طريقه طريق مستقيم في المفاوضات بيدخل البيت من بابه مش من الشباك ايه تفاوض مع لاعب بيكلم ادارة النادي السعي لاتمام الاتفاق مع النادي اولا النادي رحب بيتم الاتفاق مع اللاعب ثم الانتهاء من كافة التفاصيل والاعلام بشكل رسمي في التوقيت الذي يراها الناديين صفقة امام عشوك كانت اكبر دليل التوقيت اللي اعلم فيه بيتلاند الدرماركي اعلم فيه النادي الاهلي بشكل رسمي طيب معروف ان النادي اللي بيخش في المفاوضات بيدي كل واحد حقه في المفاوضات يعني بيتفاوض مع نادي بيدي له حقه بيتفاوض مع لاعب بيدي له حقه وفقا للمفاوضات اللي بيتم ما بين الطرفين لا الاهلي بيرجع في كلامه ولا بيغير اتفاقه والقصة في النهاية على فكرة ما تيجي نعمل زوم ميتينج لا الاهلي ما بيشتغلش كده الاهلي ما بيشتغلش كده الاهلي عنده طاقم سكاوتينج بيتفرج بيتابع بيجري اتصالات بيحتاج لو فيه مفاوض او مندوب يسافر للاتفاق وده حصلت في رحلات كتيرة قبل كده كريستو كان المهانتس خليد مرتاجي موجود في تونس امير توفيق القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الكورة كان موجود في اكتر من رحلة وفي مناسبة في الفترات اللي فاتت فبالتالي الاهلي دايما مش بيستخدم فكرة الاولاين كتير لا لازم يحترم النادي لازم يحترم اللاعب فالسكة دايما بتبقى واضحة واللاعب نفسه لما بيختار عارف انه بيختار مين وبيختار ليه بيختار النادي الاكثر استقرارا النادي الاكثر شعبية الاكثر جماهرية النادي اللي ممكن يحقق له طموح انه يروح للمنتخب او يروح لأكبر الاندية الاوروبية دي مدرسة النادي الاهلي ده تاريخ النادي الاهلي على طول عموما عايز اقول حاجة اخيرة لجمهور الاهلي لان الموضوع انا عارف سوشيال ميديا واخدها في اطار التريند الكوميدي شوية وفي نفس الوقت به نزع الاهلي انت عندك مشكلة في القيد داخل في المفاوضات مصلحته واللي هيكون فايدة للفريق وفقا لمتطلبات الجهاز الفني تاني الاهلي هيعمل اللي في مصلحته واللي في نفس الوقت هيكون فايدة للفريق وفقا لمتطلبات الجهاز الفني خلص الكلام وكفى حديثا في هذا الكلام والترند الموجود على السوشيال ميديا ده اكبر رد عليه لان بصراحة محتاجين نعرف دوره هو محب ولا اعلامي ولا ايه بالضبط عموما نتمنى له بس ايه يركز ويفوه شوية في خطوات الفترة اللي جاية